من ثورة السادس والعشرين من سبتمبر حيث السيادة للشعب إلى انقلاب السلالة الحوثية حيث محاولة التسييد على الشعب تعود الحوثية بنزهة كهنوتية تروج لخرافة الولاية مجددا خرافة تعمل السلالة الكهنوتية الحوثية على إعادة تكريسها بعد أكثر من خمسين عام على ثورة السادس والعشرين من سبتمبر التي حولت الولاية جزءا من التاريخ السيء غير أن الحوثية تحاول اليوم مجددا إحياء الولاية وهي فكرة عنصرية وكهنوتية تزعم الحق الإلهي في الحكم للسلالة التي ينتمي إليها الحوثي وتتعارض مع مشروع الجمهورية والمواطنات المتساوية ومع روح الإسلام إذ تحاول الولاية الحوثية الإسلام من رسالة عالمية رحيبة إلى وسيلة وأدات شرعنة للسلالة الكهنوتية مستمدة ذلك من الخرافة الإيرانية الشيعية ونظام ولاية الفقه الخمينية يقول عبد الملك الحوثي وقبله مؤسس الحركة الحوثية حسين بدر الدين إن فكرة الولاية ومنح الحوثيين السلطة والحكم هي توجيهات إلهية باعتبارهم من السلالة الهاشمية بينما يتعارض ذلك برأي كثيرين وبشكل صارخ مع جوهر الإسلام بل إنها الدعاءات كهنوتية ليست من عقيدة الإسلام وإنما أفكار خمينية إيرانية فارسية وفي المقابل تبدو مهمة السلالة الحوثية صعبة أمام عقيدة الرفض اليمنية لخرافة الولاية وأفكار السلاليون الإماميون الذين يرفضون الاندماج مع اليمنيين بحجة أنهم سلالة مختلفة تتميز عن باقي اليمنيين بل إن الاعتقاد السلالي الحوثي بالتميز جعلهم يشعرون بالعزلة عن اليمن حضارة وشعبا وهوية